حلو يا لابس التوب أنا بدي أتوب على يدك يا حلو يا لابس التوب أنا بدي أتوب على يدك يا بورمش جراح أنا قلبي قلبي ارتاح على يدك علشان بحبك عايز نبوس على يدك على ورق الفل دل عدي أنا محملش الزل دا يعني على ورق الفل دل عدي أنا محملش الزل دا يعني أنا لا حلتي ولا معايا غير الغوايش اللي معايا ما قلت لك يا الله قلبهم أنا محملش الزل دا يعني أنا لا حلتي ولا معايا غير الغوايش اللي معايا أنا لا حلتي ولا بيدي غير الخدم اللي بيدي ما قلت لك يلا نبيع واصغر أنا وايك وطلعني قلت نادي أكيلك تشكيلي وأشكيلك أصهر معاك ليلة في الهم واشيلك قدر الأسوأ واللوم مش شغلة حبيبة قدر الأسوأ واللوم مش شغلة حبيبة ده تضحوب بك واسيت أنا ده تضحوب بك واسيت فضيت سنين كتيرة مهتمية بمشروع في الخلور المصري لحد ما قلت لأ أنا بحب كل حاجة إثنك أو بموسيقى الشعوب وبتريت تتكلمي أو تغني حاجات شعبية بس مش من مصر آه يعني كانت هنا بداية أنه هم أنا هفضل تقول حياتي غني في الخلور بكل احترام والحب العظيم اللي بحبه في الخلور بس كنت مهتمة قوي إن أنا أبتدي بقى بالبند ومشروع الغنائي اللي أنا بحبه أغاني أشتغل مع شعرة ألحن حاجات أشتغل مع موزعين أعمل بند ده كان الأساس بقى دي كانت النقلة التانية مشروع النيل كان مشروع بمليان موسيقيين من دول حود النيل كان معنا ناس من أغاندا ومن كينيا ومن مصر ومن سودان فكلنا كنا بنقعد بقى نعمل أغاني سوا ونطلح اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من مية وخمسين جنيه ترجمة نانسي قنقر